كما نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين شهداء الوطن الذين استشهدوا اليوم بيد الغدر والخستة بإحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب سيناء وأدانت الوطنية للإعلام بأشد العبارات هذا الهجوم الإرهابية الذي يكشف الوجه القبيح لهذه التنظيمات الإرهابية التي تتستر تحت عباءة الدين وتستهدف فقط القتل والتدمير وتعطيل مسيرة التنمية وأكدت الوطنية للإعلام دعمها الكامل للقوات المسلحة في استمرار أعمالها البطولية والقتلية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره متقدمة بخالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء